يعني الصورة اللي دايما بنختصرها لعبد السلام النبولسي أنه الفنان العملاق ده لا يتخيل أحد أنه يعني يموت ويعاني من حالة إفلاس إفلاس البنك يعني أدت طبعا إلى تعثر مالي بالنسبة له بالإضافة إلى مشاكل مالية وضربية مع مصر مصر بتطالبه بدفع مبالغ وخايف ييجي علشان ما يدخلش السجن يعني ما تبقاش فيه قضايا ضده يعني مؤلم أن الفنان اللي يدحكنا يبقى بيتألم بهذا الشكل صحيح صحيح معك حق عبد الحليم حافظ هنا كصديق مقرب منه ما حاولش أنه يقوله ما قاله ما قاله ما قاله حدا آآ يعني عبد السلام نابلسي ما قالهش أن أنا عندي لا 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 أبدا أبدا حدخل معاكي طبعا في الجزء بقى المتعلق قبل ما أكمل معاكي في المحطات الفنية بيه كمان كان فريد الأطرش من أعز أصدقائي أكيد أكيد وبالتأكيد كان في بعض الحكايات مع فريد الأطرش أكيد قلت له اللي عبد السلام بدي يروح لأ وإيه ومدرشه وقال له فريدي تركه تروح مع أنت بك تندم الحفلة رحت هلقني هللي اسمه فريد الأطراج هللي عملاق الكبير اللي العالم كله بتحبه كان ما بيقدر قللك استاذ وائل قاعد هيك على جنب من ذوي وعم بيقرأ قرآن وما بده حدا يحكي معه ومتشنج وبحالة عصبية مش منيحة فريد الأطراج مع كل النجاح دي مع كل هيدا الجمهور الطويل العريض هيك كان ورا الكواليس الآن الآن الكلمة بسيطة الآن مزعور بأ دونيس جبور هي سكرترتو تهضيه وتجيب له ما بعرف شو أنا قلت له لك يا فريد حبيبي انت قلت لك انت فريد الأطراج الناس من انت شو باك ليه هيك؟ قال لي طي طيب لك كأنه بعينه سكوتيك أرفت هلأ نييق طلعت الكرسي اللي بيحط رجله عليا عفوا العالم ذقفيت بشكل مش طبيعي طلعت الكرسي اللي بيقعد عليا وعليا العود وووو شو بدي قلك شو بدي قلك شو عملت الناس شوي وعبد السلام بيطلع وبيقدم فريد الأطرش طلع فريد الأطرش ما بيقدر إلك اقسم بالله اللي برد لمح ما بيقدر إلك أمطار ما فيني إلك صعق ضلوا يزقفوا أكتر من دقيقتين يسقفوا يزقفوا أكتر من دقيقتين وطلع فريد ولما مبلش يعزف تعرف فريد بيعزف كتير حلو على العود ملك العود عزف والناس ما بيقدر إلك وتعيده مرتين وثلاثة وأربعة عمري ما شفت هالإنسجام أنا مع حدا إلا بهديك الليلي أنا بس أحرك ده ليلى الليين أطفى الضاليب وبعدين عزف على العود وأفل بأول همسة أفل العود بأول همسة ما بقدر خبرك يعيده المقطع مرة واثنين وثلاثة والعالم مبسوطة وهو كيف ما تتصور وراح كله هالإنسان اللي كان ورا الكواليسي وهيدا قدام الجمهور شي يعني عم بقارن أنا بين الزمن اللي بتقوله عنه الجميل وبين هلأ هو فرق بعيد فرق بعيد فرق بعيد كتير أنا بأتصنع لك ده لأنه يعني أنا هتسألك مين بقى اللي دفع مصاريف الجنازة ولي عبدالسلام النابولسي مش لأنه عبدالسلام ما بيقدر يدفع هاي المصارير لأنه عبدالسلام نحن وردنا منه شقة بالروشة حيرائي هلأ توفى أنا ما عندي حسب باسمي بالبانك تأنا أتصرف ما في مجال إنه يسحبه سحب الأمر توفى ففريد صديق وبيعرف هالتفاصيل هو تبرع إنه يكون كل شي منه أتبرع أنا هتكفل بكل مصاريف الجنازة والعزة إيه قال لي ما تقلق تقول له هيك هيك القصة قال له ما تقلق كل شي حيكون مظبوط ومتل ما أنت بدك وأكتر وبعدين لما حصل ومش الحال وهيدا عرضت عليه إنه ندفع كل شي يعني المصاريف رفضوا زعل كتير مني إنه كيف بفكر هيك فيه وبس فاكرة لحظة الموت يعني عبدالسلام النابولسي بتقولي كان بيمثل فيلم في تونس مع فريد شوقي وصباح مظبوط ورجع عيان ورجع تعبان كتير 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 تعبان أه ما كفى 15 يوم لما كان في تونس بعد 15 يوم توفى طبعا مش مش ممكن تنسي اللحظات اللحظات الأخيرة في حياتة عبدالسلام النابولسي ما بدي أنا الحلقة تكون هيكة يعني كفت عريش حل الدراما بس كتير عبدالسلام توفى وإيدي بإيده كان عم بيه كنا نحنا سكنين بالروشة وبالبربير بحي اسمه البربير كان فيه مستشفى البربير دكتوره بعالج هنيكي كمان مم وليلتها ليلتها كان معزوم عنا مم أصدقاء من مصر الله يرحمهم جميعا نيازي مصطفى كوكا آآ فريد شوقي هودا سلطان كلهم كانوا معزومين عنا على العشاء وصار اللي صار إجا الأمبولاس أخدهم من البيت وطلعت في نفس يوم العزومة اللي على العشاء نفس اليوم كانوا في البيت بالزبط يعني هو عزم كان عزم فريد شوقي وهودا سلطان ونيازي مصطفى وكوكا حصلت له الأزمة حلمي رفلة وحلمي رفلة الحج وحيد فريد كبير المصورين آآ 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 إيه وطلعنا بالأمبولاس طلعت أنا معه ووصلنا على المستشفى هلاء بهالمشوار هيدا كانت حاط إنه بإيده وعم بشد آآ يده في إيدك وعم بشدها وانتوا في العربية ونحنا بالعربية و报يد هنا وصل يعني ماتوا properly ماتوا في إيدك قبل الوصول للمستشفى وعلى باب المستشفى على باب المستشفى مقدرنا ننقصه مشهد مؤلم جدا وحصل اي كلام منه صدق منه اي كلام ولا كان صعب ابدا ولا شي مش ممكن تنسي اللحظات دي خالص مادام جورجان اكيد طبيعي يعني انسان انا تركت الدني كرميله تركت اهلي كرميله كل شي ومحيتي وناسي هادي كمان مهمة كتير و وهربت معه وفجأة هيك انه انه صعبة اكيد صعبة دليل اني متجوزت من بعده متجوزيش بعده خاله غفضت تماما